أروح للمطش بقى. أوراق الفرقتين مكشوفة؟ يعني نحن النهاردة بنتكلم على من ناحية التشكيل أو من ناحية طريقة اللعب ولا ممكن يكون في حاجات كروت مستخبية؟ أوراق ممكن تكون مفاجأة سواء من ناحية الدحيلة أو من ناحية الأهلي؟ نعم، أنا شايف أنه مش هابها فيه مفاجأت. بالعكس يعني فرقة الدحيل واضحة جداً للمتابع واللي شايفها وفرقة نادي الأهلي لعبة نهاية دولة عبطال أفرقيا. يعني ممكن الدحيل يبقى غامض شوية بالنسبة لنادي الأهلي ما شافوش على مستوى حتكاك مختلف. لازم الناس تفرق ما بين أنه النادي الأهلي رايح هو بطل قارة أفرقيا راح لعب من أول يعني يلف القارة كلها تقريباً علشان يوصل لأنه يلعب في كاس العالم للأندية وما بين أنه فريق الدولة المستضيفة للبطولة بيمثل الدولة المستضيفة للبطولة فقط لكن بدون ما يكون هو بطل القارة اللي هو فيها. زي ما بيحصل لما كانت البطولة في اليابان ولما كانت البطولة في المغرب وبالتالي أنا ما شفتش فرقة الدحيل وهي بتلعب لأنه حتى هي ما تقدمتش قوي في بطولة دوري أبطال. أخرجت من دور المجموعات. بالضبط من دور المجموعات في دوري أبطال أسفل. أخرجت على إيد التعاون وعلى إيد أعتقد فريق إيراني اللي وصل لنهائي مع أولسن. بالضبط وفي نفس الوقت كمان المستويات مش عالي قوي. يعني برضو علشان الناس. بلسانة هقول لك حاجة عمر. أنا كلمك بلسانة الجمهور يعني. الجمهور عارف قلقان من إيه؟ من الأسماء. ومن المعدل إنفاق. أنت بتتكلم على نادي تبقى لأحصائيات الفيفا هو أكتر أندية أسيا وأسيا قارة كبيرة وقارة غنية. يعني لو بصنا على أندية الصين أو أندية اليابان هنلاقي إنه معدلات الإنفاق هناك مش قليلة. الدحيل بيعتبر أكتر أندية أسيا إنفاقا على الصفقات والتدائمات في 2020. دي نقطة إلى حد ما ونتعرف قد إيه المادة مؤثرة. صحيحا التجارب المحلية مثلا عندنا لو شفنا لا مش بالفلوس. البطولات والانتصارات مش بالضرورة تكون عامل صفقات سوبر أو متكلف في رقيتك كتير قوي عشان تعمل إنجاز رياضي. دي ناحية ناحية تانية هي اللعيبة المحترفين. لابتكلم على لعيبة من نوعية إدميلسن أو إدواردو. اتنين من اللعيبة إدميلسن طبعا بلجيكي من أصل برازيلي. إدواردو برازيلي كما على أولانجا. لعيبة تحس إنها تقيلة. مدى انسجامهم؟ مدى تفاهمهم؟ هل بقي عناصر الفريق على نفس المستوى؟ لكن ده اللي ممكن شوية يكون عامل مصدر آلق بالنسبة لجمهين نادينا. هو طبيعي إنه يعني إعتاد الجمهور إنه لما بيبص فرق الخليج عموما فهو عارف بطبيعة الحال إنه الإنفاق بيكون أعلى فبالتالي بيتم استقدام لعيبة وخصوة من أمريكا الجنوبية بالمناسبة. يعني هو دايما في الخليج بيلجأوا شوية لعيبة أمريكا الجنوبية. يشوفوا سانتوس عنده مين. يشوفوا بالمراس عنده مين. يشوفوا أنديت أمريكا الجنوبية برازيل أرجنتين أورجوي مثلا أحيانا بيجيبوا منهم لعيبة. وبيبتدوا يتعاقدوا مع اللعيب المنور في الدوري بتاعه. ممكن يكون راح أوروبا وما نجحش قوي فبيبتدي يجرب حظ في الخليج. وساعات بيلجاول أوروبا مباشرة. يعني منزو كيتش كان بيلعب في الدحيل. بس ما عايزين نسأل ليه منزو كيتش ماشي من الدحيل. رغم إنه منزو كيتش بردو 34 سنة. يعني ليه ماشي من الدحيل؟ لو موضوع مش فلوس بس. يعني منزو كيتش ونوعية اللعيبة اللي زي منزو كيتش. أنا بتابعة الدوري هناك في مثلا من نهاية التسعينات اللي دلوقتي. أسماء عظيمة من النجوم أوروبا راحوا لعبوا هناك. إذا كان راول، تشافي، فرانك لوبوف من جيل فرنسا بتاع 98 بقى. شوفنا باتستوتا لما كان في العربي وكان كابتن محمد بركات لعب في نفس الوقت هناك. شوفنا أسماء كبيرة جدا لعبة هناك. لكن الناتج في النهاية إيه؟ المنتج النهاي بتاع الدوري نفسه شكله إيه؟ ده نيبوشا يوفوفيتش بيدرب هناك. يعني نيبوشا يوفوفيتش من أضعف المدربين اللي دخلوا تاريخ مصر. نشتغلوا في الدوري المصري. وما طولش مع نادي الزمالك في حاجة. وحتى لما راح تونس ما قداش وتم اتقالته برضو سريعا. نجح في الدوري الأردني. مع احترامي الدوري الأردني طبعاً الكرة في الأردن بالمناسبة بتكتهب يكتهدوا جداً جداً وعندهم اتحاد كرة محترم جداً في الأردن. لكن نيبوشا ممكن ينجح في الأردن. لكن ما ينجحش في مصر. مصطع المنافسة في مصر. مصطع التكتيك في مصر على فكرة مع اختلاف شكل الملعب عندنا عمل ازاي؟ ممكن تكون بعض أرضيات الملعب مش بالشكل المطلوب. لكن في النهاية انت عندك مدربين زي حسام حسن زي إيهاب جلال زي يعني حتى المدربين المصريين الشباب علي ماهر. علي ماهر. مختار من ردش حاتة واللي عمله مع نادي الجونة. طبعاً. مجموعة وكابتن سامير كامونة لما اشتغل فترة من الفترات. أنا بكلمك برده وعمد النحاس طبعاً عشان ما ننسيش بس. محمد يوسف. معظم كابتن محمد يوسف وكابتن محمد يوسف ولكاس على مقندية. لكن أنا بكلمك حتى في الدورة المصري المدربين عندنا عندهم أفكار. المدربين عندنا ممكن يعملوا ماتش قوي على النادي الأهلي. ممكن يعني شفنا فرق تكون يعني مش بتنافس على المركز الثاني ولا الثالث. لكن أرهقت النادي الأهلي بدفاع محكم بلعيب بسريع مثلاً بحاجة. هناك أنا شايف أن الوضع مختلف. أنا شفت نتائج برضو للدحيل السنة دي في الدورة يكسب تمانية واحد قدام الواكر ويكسب خمسة تلاتة مثلاً قدام الأهلي. يعني منين تسجل خمسة وتستقبل ثلاثة أهداف في ماتش واحد فيه في ماتشات كتير استقبل فيه أهداف بالمناسبة. مش كل الماتشات قدر أن يطلع كلين شيت. فبردو المستوى الفني في مجمل تجربة الدحيل واللي تبنت عن طريق بردو كذا مدرب يعني أنا اللي أقدر أقوله لك أنه حتى الآن شخصية ثابتة للدحيل مش موجودة. لأنه أشتغل بداية مع جمال بالماضي أبرز المدربين اللي اشتغلوا مع إيرك جارتس وهو مدرب من المخضرمين جداً في أوروبا وعلى مستوى العالم في تدريب الأندية تحديداً كمان. واشتغل مع كابتال نبيل معلول وهو مدرب كبير جداً اشتغل مع الرقراقي المغربي اشتغل بعد كده بالماضي مرتين مش مرة واحدة هو أكتر مدرب درب الدحيل. بعد كده جاء الصبر اللاموشي صبر اللاموشي بالمناسبة هو مدرب بلا إنجازات برضو يعني وصبر اللاموشي مدرب جيد وقدر أن هو ممكن أفضل فتراته. وأنا بشوفها فترة منتخب كوديفوار إنه في كوديفوار قدر أنه يوصل معه من هو يلعب في دور المجموعات في كاس العالم صحيح مكسبش جرماتش واحد قدام اليابان لكن في النهاية هو برضو تقدر تقيس المدرب هنا إنه كوديفوار من الدول اللي عندها لعيبة كرة مميزين كتير جداً جداً. لأبعد مدى في بطولة زي كاس العالم. بالزبط فبالتالي أنت كمدرب قدامك تختار أفضل العناصر واتطبق فكرك الفني اللي أنا شفت له خسر قدام اليونان وكان جيل اليونان ده اللي هو خلاص 2014 ده اليونان ما بقاش فيها جيل يقدر نقول مش جيل 2004 مش جيل 2008 خسر مبارتين وكسب اليابان في أمم أفروكيا خرج من قدام نيجيريا. فأعتقد أن صبري لموشي هو مدرب جيد جداً في مستوى المنافسة هناك في الدوري المحلي هناك لكن على مستوى أن أنا هلعب كاس العالم الأندية لابد أن هنا برضو قدي نادي الأهلي قيمته إنه نادي الأهلي لما هيلعب نادي الأهلي هو الند الأكبر والمنافس الأكبر في الليفل اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. ترجمة نانسي قنقر